اشتركوا في القناة فالقرآن قل الشيء اللي لو ذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نفتتح هذا المجلس بتفسير سورة الجمعة فقد جاء عن ابن عباسٍ وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين رواه مسلمٌ في صحيحة وعند الطبراني في الأوسط زاد يقرأ بسورة الجمعة فيحرِّض بها على المؤمنين وفي الثانية بسورة المنافقين فيقرَّع بها المنافقين قال السيوطي سنده حسن وقراءة سورة المنافقين في كل جمعة يا أخواني هو تذكيرٌ في مكرهم وخطرهم والتحذير من شأنهم سورة الجمعة سورةٌ مدنية في قول عامة أهل التفسير وذكر النقاش أنها مكية قال ابن العطية وخطأ لأن أمر اليهود لم يكن إلا بالمدينة فلم يكن يهود في مكة وكذا أمر الجمعة لم يكن قط بمكة ويُعنى بذلك إقامتها والصلاة وصلاتها إنما شُرِعت في المدينة قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يُسبِّح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القُدُّوس العزيز الحكيم تقدَّم تفسير هذه الآية أكثر من مرة وهي هنا جاءت بفعل المُضارع ومرةً تأتي بفعل الماضي ومرةً تأتي بمعنى الأمر وقلنا التنويعُ هنا يا أخواني هدفُه والسِّرُّ فيه أن يُدَاومَ الإنسان على تسبيح الله عز وجل على ذكر الله سبحانه وتعالى على ذكر الله سبحانه وتعالى الملك القُدُّوس العزيز الحكيم الملك القُدُّوس أي مالك السماوات والأرض وهو المُقدَّس المُنزَّه عن النقائس الموصُوف بصفات الكمال العزيز الحكيم قد تقدَّم تفسيرُ ذلك أكثر من مرة فهو عزيزٌ سبحانه وتعالى في منعه وهو حكيمٌ في شرعه وقدره سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم من هم الأميون؟ هم العرب سواءً الذي يُحسن الكتابة منه والذي لا يُحسن الكتابة فهو يُطلَق عليه الأمي فقوله هو الذي بعث في الأميين أي بعث في العرب رسولًا منهم كما قال سبحانه قُلِّ للذين أوتوا الكتابة والأميين أسلمتم والأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لا نقرأ لا نكتب ولا نحسب هو الذي بعث في الأميين رسولًا منهم طيب ماذا تفهموا من هذه الآية أخواني؟ آية جماعة الرسول من العرب أمي لا في شيء أهم من هذا أنه أُرسِلَ إلى إلى العرب فقط بعث في الأميين رسولًا منهم أنه أُرسِلَ إلى إلى العرب يعني طيب العاجم طيب هو يقول هو الذي بعث في الأميين رسولًا منه أحسنتم نقول يا أخواني جوابًا على هذا لا يأتينا شخص يقول والله يا أخي عندنا آية عندنا دليل إن الرسول منكم وفيكم ولا علينا منكم حنها نقول إن تخصيص الأميين بالذكر لا ينفي من عداهم يا أخواني تخصيص الأميين بالذكر في هذه الآية لا ينفي من عداهم ولكن السياق سياق منه ولذلك امتنَّ على العرب بهذا فلما كان سياق منه امتنَّ اختص العرب بالذكر دون غيرهم وإلا عندنا يا أخواني أدل كثيرًا على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعًا وقوله سبحانه وتعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده إلى غير ذلك من الأدلة الدال على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم وكذلك الأحاديث المتظافرة بل إن سياق هذه الآيات يا أخواني يدل على أنه بعث كذلك إلى إلى غير العرب ولذلك قال وآخرين منهم لما يلحقوا بهم آخرين منهم منهم آخرين أي من أمتهم وعلى دينهم فسرها العلماء بأنهم الأعاجم بأنهم الأعاجم ولذلك روى البخاري عن أبي هريرة قال كنا جلوسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق بهم قالوا من هم يا رسول الله فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثًا وفينا سلمان الفارسي فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الإيمان عند الثرية لناله رجال أو رجل من هؤلاء لناله رجال أو رجل من هؤلاء وسلمان إنما هو من باب المثال وسلمان كان من الفرس وسلمان من الفرس إذن تخصيص يا أخواني تخصيص الأميين لا ينفي من عداهم ولأن السياق سياقا امتنان على العرب بأنه بعث فيهم رسولًا منهم كما قال في آية أخرى بلسان عربي مبين يعني الله عز وجل أرسل محمد صلى الله عليه وسلم من العرب وأنزل عليه كتابًا عربيًا رسولًا منهم يتلو عليهم آياته ويُزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب ما هو؟ القرآن والحكمة السنة كما فسَّره بذلك أهل العلم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إيوالله كانوا في غاية الضلال قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان القرشي وكان العربي يعبد الحجر فإذا وجد شيء أجمل منه وأحسن منه رمى لله الأول خلاص انتهت مدته وأخذ الحجر الثاني وكان يعبد التمر يقول هذا التمره إله إذا جاع ولا لقى شيء أكل الإله حقه أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ صدق الله وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبينة وهذا يدلك على أن السياق سياق امتنان كانوا في غاية الضلال بل إن عبادتهم للحجر والشجر عبادتهم للحجر والشجر كافية في حكم أو الحكم عليهم بالضلال المبين بالضلال المبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال ابن كثير رحمه الله قال مجاهد وغير واحد قال ابن كثير في تفسيره وآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال مجاهد وغير واحد هم الأعاجم وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب وكل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم من غير العرب ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم أي أن هذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم من النبوة العظيمة وما خص به أمته من بعثته صلى الله عليه وسلم هو بفضل الله سبحانه وتعالى فإنه ليس بين الله عز وجل وبين العرب نسب وإنما خصهم بأن بعث رسولا منهم من تفضل الله تبارك وتعالى عليهم ففضلهم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل العربي منهم وأنزل عليهم الكتاب العربي والله يا أخواني أننا نشعر بهذه المنة والفضل هل تعانون من قراءة القرآن؟ الأعاجم ماذا يفعلون يا أخواني؟ كثير منهم يقرأ القرآن ولا يعرف ولا يعرف معانيه ويجلسون السنوات الكثيرة لكي يتعلموا شيئا من معانيها أنت عربي الآن جلست في هذا المجلس في مجالس التفسير فتفهم مباشرة لكن لو جلس معنا يا أخواني أعجمي لا يتكلم العربية هل يستطيع أن يعي ما نقول؟ لا يحتاج إلى أن يترجم له أن يفهم هذه المعاني ولذلك العلماء حتى الآن ماذا يفعلون حتى يفهم الأعاجم معاني كتاب الله؟ يفسرون القرآن ثم يترجمون هذه المعاني ثم يترجمون هذه المعاني ليعوها فأي فضل وأي منة من الله سبحانه وتعالى اختصنا بها وهذا يا أخواني هذه المنة وهذه الفضل لها استحقاقات ولا لا؟ بس فضل منه فقط لها استحقاقات أن نقوم بهذا الواجب أن نقوم بهذا الفضل أن نتعلم أن نعلم أن نعي أن نتدبر أن نجلس مثل هذه المجالس المباركة التي تغبطون والله عليها وأنتم بحمد الله عز وجل في ختام هذه الدورة وأنتم الآن بدأتم من سورة الفاتحة ونحن الآن نشرح في سورة الجمعة في أواخر القرآن فإني والله يهنئكم على هذه المجالس وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منكم وأن يبارك لكم وأن يجزي القائمين على هذه الدورة خير جزاء ومن كان سبباً فيها فإنها دورة مباركة نتعلم فيها معاني كلام الله سبحانه وتعالى جلسنا مجالس كثيرة الحمد لله عز وجل نعمنا بهذا النعيم فهذا من استحقاقات يا أخواني هذا الفضل استحقاق أن الله بعثنا بعث لنا هذا الكتاب العربي وبعث لنا ذلك النبي العربي لا نجد عنة في فهم كتاب الله ولا نجد عنة في فهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها تعريض تعريض ها أرسلنا لكم كتاب عربي ونبي عربي فلا تكونوا كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي حظ للمؤمنين أن يحفظوا القرآن يتلو عليهم آياته ويزكيهم أن يتعلموا القرآن ويعلموا القرآن أن يعملوا بالقرآن ولا يكونوا كهؤلاء الذين حملوا التوراة والتوراة كتاب من كتب الله عز وجل لكنهم لم يحملوا بها لم يحفظوها لم يتعلموها لم يعملوا بها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي مثل هؤلاء الذين أعطوا كتابا من عند الله تبارك وتعالى ثم لم يعملوا به كمثل ذلك الحمار الذي يحمل أسفارا كلها علم لكنه لا يدري ما فيها هر يا أخواني لو حملتم لو أتيتم بأكبر دابة أكبر حمار وحملتم عليه يا أخواني كل كتب التفسير هل يمكن أن يعي ولا كتب السنة هذا حال يا أخواني من لم يعمل بالقرآن كمثل الحمار يحمل أسفارا فهو يحملها حملا حسيا لا يدري ما عليه وهذا كمن حفظه لفظا ولم يتفهمه ولم يعمل بمقتضاه فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا بل إنهم أشد من الحمار يا أخواني الحمار حمل هذه الأسفار فأوصلها إلى المكان الذي يراد إصالها لكن هؤلاء ما كانوا أمنا حملوا التوراة حملوا التوراة فحرفوها وبدلوها والله إن الحمار أشد أمانة منهم الحمار يحمل الأسفار يوديها كما هي ولا لا هؤلاء حملوا الأسفار حملوا التوراة وحرفوها وبدلوها فهم أشد من الحمير وأسوأ حالا ولذلك قال في آية أخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ثم قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت قال بعض أهل العلم إن هذه الآية دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما وجه ذلك أنهم ما تمنوا الموت اليهود أهل العماد عنادوا مكابرة ولا لا والله إنهم يعتقدون صدق النبي صلى الله عليه وسلم يقينا ولذلك قال قل يا أيها الذين هادوا أي اليهود إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت هل تمنوا الموت يا أخواني هل ذكرت لنا كتب السيار أنهم تمنوا الموت ما تمنوا ليعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو تمنوا الموت لماتوا إذ لو تمنوا الموت لماتوا وقد جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار فهذه الآية دليل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهذه آية مباهلة اليهود وقد مر معنا يا أخواني كنتم تذكرون قبل سنة ونصف آية مباهلة النصارى آية مباهلة النصارى في سورة آل عمران آل عمران وهناك آية مباهلة للمشركين مرت معنا في سورة مريم مرت في سورة مريم مباهلة النصارى هي قول الله عز وجل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم إلى آخره ومباهلة المشركين في سورة مريم قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مد وقد جاء كذلك مباهلة اليهود في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخر عند الله خالص من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم ثم قال الله سبحانه وتعالى مقررا هذه القضية قل إن الموت الذي تفرون منه كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت أي هذا الشيء الذي قد تحديتم به وأنتم لستم أهل للتحدي ومع ذلك لم تفعلوه لكنه سيأتيكم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ثم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن ينودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله سميت الجمعة جمعة لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام يجتمعون في المساجد الكبير وتسمى الجوامع تسمى الجوامع ويوم الجمعة يا أخواني فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيراً إلا أعطاه إياه كل ذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة ويقال له في اللغة القديمة يوم العروبة وقد ظلت عنه اليهود والنصارى فاختاروا اليهود يوم السبت الذي لم يقع فيه خلق واختار النصارى يوم الأحد الذي ابتدئ فيه الخلق واختار المسلمون يوم الجمعة الذي فيه تمام تمام الخلق الذي أكمل الله عز وجل فيه الخليقة وإذاك جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدان الله له فالناس لنا فيه تبع يعني بعدنا كلهم اليهود غداً والنصارى بعد غد والنصارى بعد غد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله السعي أخواني هنا ليس المراد به الإسراع في المشي كالسعي بين الصفا والمروة وإنما المراد به كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى يعني فاسعوا إلى ذكر الله يعملوا للوصول إلى ذكر الله أو لأن تذكر الله سبحانه وتعالى ولذلك القيام والوضو ولبس الثوب من السعي ليوم الجمعة يعني إذا اغتسل الإنسان ليوم الجمعة فهو من السعي لذكر الله وإذا لبس ثوبه فهو من السعي لذكر الله عز وجل ولذلك جاء التعبير فاسعوا ولم يأتي التعبير في إيش فامشوا ليشمل جميع العمل فهو كقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى أي ما عمل وذكر الله هو الوعظ بالخطبة والخطبة عند الجمهور شرط في انعقاد الجمعة ويستحب لمن جاء يوم الجمعة يا أخواني أن يغتسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل هذا مذهب طائفة من أهل العلم وقال بعضهم بل الغسل واجب يجب لمن يذهب لصلاة الجمعة أن يغتسل وتوسط بعضهم فقال يجب إذا كان للإنسان رائحة كريهة وإلا فهو سنة ومستحب ويستشهد بقول عائش كان الناس في مهنتهم فقيل لهم لو اغتسلتم ولعل هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم لأن قول النبي غسل الجمعة واجب على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه واجب ليس المقصد به الواجب التكليفي بدليل قوله وسواك إذ لو أوجبنا بهذا الحديث غسل الجمعة لأوجبنا السواك وأوجبنا الطيب فكلها مساقها مساق مساق واحد كما يستحب أن يلبس الإنسان يوم الجمعة أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك ويتنظف ويتطهر وقوله تعالى إذا نودي للصلاة النداء يا أخواني المراد به النداء الثاني الذي يفعل بين يد الإمام إذا خرج فجلس على المنبر فإنه كان صلاة الله عليه وسلم يخرج إلى الناس ويسلم عليهم ثم يجلس فيؤذن بين يديه وهو المقصود بالنداء في هذه الآية أما النداء الأول والذي يُعمل به الآن فهذا من سنة عثمان رضي الله عنه فهو الذي زاده عندما توسعت المدينة ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عهد عمر إلا نداء واحد للجمعة وهو النداء الذي نزل عليه القرآن وقصد به يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة فزاده عثمان عندما توسعت المدينة وكثر الناس ولذلك هذا النداء الذي هو النداء الأول يا أخواني ينبغي أن يحقق الحكمة من فعل عثمان رضي الله عنه عندما فعل عثمان رضي الله عنه وأن لا يكون متباعداً عن النداء الأول يعني أنا أشوف بعض المساجد مثلاً ربما تؤذن الساعة التاسعة والإمام يطغط ساعة الثانية عشر هذا لا يصلح العلماء يقولون حتى يتحقق المقصود من هذا النداء يكون قبله بنصف ساعة بساعة لا ربع بساعة بحيث الناس يتجهزون يستطيعون أن يتجهزوا للنداء الأول للنداء المعني يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة هو النداء الثاني وعليه تتعلق الأحكام النداء الثاني الأول يا أخواني لا تتعلق به الأحكام إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودي للصلاة وقد اتفق العلماء رحمة الله عليهم على تحريم البيع بعد النداء الثاني بعد النداء الثاني واختلف هل يصح إذا تعطاه أحد على قولي منهم من يقول أنه يصح هذا البيع وإن كان بعد النداء النداء مع الإثم ومن العلماء من يقول لا يصح لا يصح والأقرب الله أتبارك وتعالى أعلم صحته مع الإثم وأن تحريمه لا يعني بطلانة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يعني نقول هذا الكلام لأنه يحصل أحيانا يعني يكون هناك بيعات ها ولا لا على القول الأول إذا صار فيه بيعة وانغبا فيها الواحد باع له سيارة ولا شي عقب صلاة الجمعة يوم أنه صلى وقاله حدا ربعه بيعنا السيارة قال بعت السيارة قال بكم كان يا أخي لو دريت سنعطتك فيها زود الفيل قال هولنا قال بعت عليه قال يا أخي عقب بالنداء الجمعة يوم أبيع عليك ويذن وأن البيع باطل على القول هذا صحيح ولا لا الذين يرون أن البيع باطل وأنه لا يتم والقول الآخر أن البيع ماضٍ لكنه لكنه آثم والجمعة يا أخواني واجب على الرجال الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان ويُعذر المسافر والمريض من حضور الجمعة والمسافر يقول العلماء تنعقد به الجمعة يحضر الجمعة وتصح منه ولا تنعقد به الجمعة ولا تنعقد به الجمعة وأقل ما يقال يعني من العلمان قال أربعين رجل حتى تنعقد الجمعة في القرية والحي منهم من قال أقل من ذلك ومنهم من قال إذا كانوا جماعة لكن يعني أن يحصل المقصود من الجمعة هو اجتماع أهل القرية اجتماع أهل القرية لصلاة الجمعة ولذلك تصح الجمعة وتنعقد لأهل الحي لأهل القرية المتباعدين فيما بينهم يجمعهم هذا المسجد قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة أي فرغ منها فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لما حجر عليهم التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله وكان عراك بن مالك إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين يعني يذهب ببيع يجري عقب صلاة الجمعة وروي عن بعض السلف أنه قال من باع واشترى يوم الجمعة بعد الصلاة بارك الله له لقول الله تعالى فإذا قذيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون أي في حال بيعكم وشرائكم وأخذكم وعطائكم فذكر الله ليس مقصورا في صلاة الجمعة فقط فإن ذكر الله عز وجل ملازم لكم في كل حال في أخذكم عطائكم وبيعكم وشرائكم ولهذا قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون لأن الفلاح منعقدون بذكر الله سبحانه وتعالى إذا أردت الفلاح فعليك بذكر الله عز وجل فاذكره ليس ذكرا قليلا وإنما ذكرا كثيرا لازم التسبيح والتهليل والتحميد والاستغفار بل إن الاستغفار كما جاء أنه من أبواب الرزق ودل على ذلك جملة من الآيات الكريمة دل على ذلك جملة من الآيات الكريمة وإذا رأوا تجارة أو لهو فضوا إليها سبب نزول هذه الآية كما جاء عند البخاري ومسلم قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فخرج الناس وبقي إثنى عشر رجلا فنزلت وإذا رأوا تجارة أو لهو إن فضوا إليها إن فضوا إليها وإذا رأوا أخواني لاحظوا معي هذه الآية فيها أشياء لفظية وإذا رأوا تجارة أو لهو إيش ها يا أخواني إن فضوا أقرب مذكور ماهو ها اللهو الأصل أن يقال إن فضوا إليه أو إي إليهما أقول لا فلماذا قال إليها أرجع الضمير إلى التجارة قال وإذا رأوا تجارة أو لهو إن فضوا إليها أقرب مذكور اللهو فإما أن يقول إليه أو يقول إليهما فلماذا أرجع الضمير إلى التجارة دون اللهو ها ما شك جميل جدا كل استنباطاتكم جميلة يعني بس أهم شيء أن نثير القضية ثم الإنسان يفكر فيها العلماء قالوا لأنها أهم عندهم أهم عندهم لأنها أهم عندهم فالتجارة والذي كان سبب النزول إليها يعني سبب النزول كان لهوا أو تجارة كان تجارة وإنما أدخل اللهو معه وقال بعض العلم وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه إن هناك تقدير في الآية فحذف الثاني لدلالة الأول عليه يعني الآية وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها أو لهوا انفضوا إليه لكن حذف الثاني لدلالة الأول عليه وقيل إنه اقتصر على ضمير التجارة لأن الانفضاض إليها إذا كان مذموما مع الحاجة إليها فكيف الانفضاض إلى اللهو يعني كونك يذم المنفض إلى التجارة وفيها مصلح له فالانفضاض إلى اللهو وهو لا يتعلق به مصلحة من بابي أو لا إذن عندنا كم جواب ثلاثة وانتم جبتوا ما شاء الله عشرة جيد ألمم أن أقصد يا أخواني دائما الإنسان يتأمل يعني كل ما عنده سعة من الوقت يتأمل الألفاظ يتأمل الآيات فيها أسرار فيها أشياء معينة القرآن يحتاج إلى تأمل وتدبر عندنا شيء آخر انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة طيب ماذا تلاحظون كذلك طيب كيف ليش يعني قال وإذا رأوا تجارة أو لهو وننفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من التجارة ومن اللهو سياق الآية هل لا ها ايه هنا في الآية قال اللهو فلماذا جيد قال ابن عطية رحمه الله لأن الوقت أعتذر منكم الوقت ليس معنا بس فقط أثير بعض الأشياء قال ابن عطية وتأمل أن قدمت التجارة مع الرؤية كيف التجارة مع الرؤية رأوا تجارة أو لهو هنا قدم مع الرؤية هيش التجارة وأخرت مع التفضيل ما هو التفضيل خير من اللهو ينتج لتقع النفس أولا على الأبيان لتقع النفس أولا على الأبيان ما هو الأبيان التجارة ولا اللهو التجارة نعم وتركوك قائمة دليل يقول ابن كثير رحمه الله دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة في قائمة قول الله عز وجل وتركوك قائمة قال ابن كثير دليل فيه دليل على أن الإمام يخطب يوم الجمعة قائمة وقد شهدت السنة لهذا فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر من سمرة قال كانت للنبي صلى الله وعلى خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس قل ما عند الله أي الذي عند الله من الثواب في الدار الآخرة خير لمن خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين يعني خاتمة الآية مناسبة يعني أنتم ذهبتم وتركتم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من أجل ماذا من أجل التجارة ولذلك الرازق منه الله سبحانه وتعالى الرازق الله هو خير الرازقين سبحانه وتعالى استمعوا للخطبة وانتهوا من الخطبة ثم انتشروا في الأرض لأن الرزق بيد من أمركم بالاستماع لأن الرزق بيد من من أمركم بالاستماع وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من تفسير سورة الجمعة وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر